يعني ما هي جدوة رؤية حل الدولتين من وجهة نظرك من منظور استراتيجي نعم والله لا أرى أستاذ ندوح يعني بصراحة مع وصول الصراع إلى هذه النقطة ووصول العنف ووصول الجريمة ويوجد عدد من المجرمين ويوجد عدد من القضايا ويوجد عدد من الأشخاص الذي يجب محاسبتهم بداية قبل أن نتحدث عن حلول دولة أو دولتين أو ما إلى ذلك فبالتالي بصراحة ضمن منظور المواطيات الحالية خاصة أن قبل أسبوع تقريباً السفير الفلسطيني قال لك كل اتفاقيات أصلاً انتهت يعني كل هذه الرؤى وكل الحدود وكل ما كان متفق عليه فعالياً هي سقطت وانتهت ولم يعد لها أصل وجود فبالتالي بصراحة من هو الذي يريد حل الدولتين على أي أساس يقام حل الدولتين يا سيد الكريم وحتى لو قيم حل الدولتين فهو في الصالح الفلسطيني ما قامت به إسبانيا والنيرويج وغيرهم من الاعترافات بالأخيرة بصراحة هو يقوي الموقف الفلسطيني ويدعم هذه الرؤية ولكن هل هي واقع؟ هل إسرائيل توافق؟ هل أمريكا التي صنعت إسرائيل وزرعتها في هذه المنطقة توافق على حل ما؟ هل يسمح لإسرائيل بإقامة سلام حقيقي مع شعوب المنطقة؟ لا يسمح لها لا يسمح لهذه المنطقة بأي استقرار وبنضم ذلك هو رؤية حل الدولتين فبالتالي هي رؤية غير موجودة ورؤية وهمية وغير قابلة للتحقيق الحلول الأخرى هل هي حل دولة واحدة؟ حل بصراحة يعني ما بعرف كيف يكون شكله ولكن ولكن حل الدولتين استاذ ندوح بصراحة أصبح هو ضرب من الخيال وهو وهم ويجب إعادة صياغة الفكرة من بدايتها إلى ينايتها الاستيطال الموجود اليوم في العديد من المناطق في الضفة الغربية والاحتلال الموجود اليوم للقوات الإسرائيلية في غزة ينفي وينسف وأيضا وصولها حتى معبر رفح اليوم اليوم إسرائيل يا سيد الكريم بوصولها بوصول القوات إلى معبر رفح هي تخالف حتى الاتفاقيات المعقودة ما بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي فبالتالي اليوم عن أي حلول نتحدث يعني إلى ربط وما ده بيتتبعوا طبعا رفض مصر فتح معبر رفح لأنه هي الاتفاق أن يكون على الجانب الآخر والجانب الفلسطيني طبط إسرائيل يعني وإسرائيل بررت يمكن هذه النقطة بحكم وجود صراع ما ووجود هجوم ما فبالتالي يسمح لهذه الدولة بدخول المنطقة غضابي صراحة المنطقة عبارة فوضى عن فوضى إسرائيل ليست دولة سلام الأشخاص الفلسطينيين حتى اليوم الموجودين إن كانوا في حماس أو في فتح غير مؤهلون بالشكل الحقيقي ليخوضوا محادثات سلام حقيقية ليخوضوا محادثات تسوية حقيقية غير مؤهلين بصراحة لا ليس بفتح ولا بحماحة حماس طبعا هي منظمة إرهابية هو موجود وليس وهم الطرح يعني ولكن الموقف الأوروبي الغريب الآن بيطرح بقوة حل الدولتين أنا من وجهة نظر هذه الرؤية الخاصة ما هو إلا طفز للأمام وهروب من تحمل مسؤوليته في التواطئ مع مجرمي القرب وجرام لبادة الجامعية اللي بارتكبها القادة الإسرائيليين أنا في نظري هذا هذه رؤية المتواضع يعني الموقف بقصد هان تهافت الدول الأوروبية على الاعتراف مش شيء غريب شوية تهافت بعض الدول الأوروبية على الاعتراف بحل الدولتين مع إنه هذا الطرح حثبت لك الآن هو مش جديد أصلاً فيه 144 دولة من أصل 193 تعترف بفلسطين أصلاً بس عملوا منه الليلة إنه فيه تلات دول أوروبية طرفات اللي هي النرويج وإيرلندا وأسبانيا وأسبانيا لكن فعلاً ليش التهافت هذا على حل الدولتين وإهامنا إنه هذا حققنا يعني كانوا حققنا إنجازات فضيعة أنا أطلق رؤية ببساطة إنه هذا هروب زائد التهافت هروب يعني من تحمل مسؤولياتهم لأنه كل هالدول هذي متواطئة وبتدعم إسرائيل تدعمها بالمال والسلاح وكل ما تتخيله فيعني الآن زي اللي بتعطيني زي جزرة بتقولي هيني اعترفت أنا بدولتين طب هل يعني هذا إنه أنا بكرة يعني بشد الرحال وبقدر أروح على فلسطين شو حل الدولتين هذا المنقوص لا في سيادة ولا في عملة ولا في حدود ولا شيء أين حل الدولتين زائد وظن برضو كمان الاعتراف هذا بالعكس هو إجا لصالح لصالح إسرائيل ممكن تسألني كيف لأنه 7 أكتوبر هو كان فعلاً يعني حتى من من التحقيقات الصحفية اللي صارت ده 7 أكتوبر فعلاً ما كانش نفس الحماس حتى متوقعاً أنه حيكون بهالحجم هذا يعني ما توقعت فهو فعلياً أثر تقريباً في كل العالم مش بس في غزة وفلسطين وفي الدول الإقليمية حتى على المستوى العالمي أوروبا ذكية فبالنسبة لهذا حل الدولتين سيكون أصلاً حماية للكيان نفسه لإسرائيل كيف هيكون حماية؟ لأنه حتكون الدولتين أو دولة فلسطين منزوعة السلاح أصلاً هذا اللي بتم تدور بس هم في الأخبار بذكروا لك بعض الجمل اللي بتعجبك وبتروق إلك فيعني حيكون هان أأمن أنه أنت لما تكون عندك دولة وفيها مثلاً حكمها زي السلطة الفلسطينية أو المنبثقة عنها أو بشكلها الجديد أو بالآخر هتكون طبعاً أأمن لإسرائيل ولدول الجوار ولأوروبا يعني أوروبا بالنسبة لحل الدولتين هو إنقاذ كمان لإسرائيل من أنه يتكرر هذا المشهد مرة أخرى اللي صار هذه يعني رؤية بسيطة وكمان بدي أكد لك أنه حل الدولتين فتفاض إلى أبعد الحدود يعني مثلاً قرار مجلس الأمن 2-4-2 اعتمد بعد حرب 67 إلى حد الآن لم يطبق هو مطلب ولا يمنتم تنفيذه وقد رسمت معالم هذا الحل في العام 1993 في التفقية أصله وقد نص على مبدأ الأرض مقابل السلام وتبلور في حكم ذات الفلسطينيين على الأرض التي احتلت إسرائيل في حرب 1967 واستمر بناء المستوطنات تحت مسمى قضايا الوضع النهائي التي تركت للتفاوض عليه لاحقاً وكذلك وضع اللاجئين فلسطيني الذين هجروا من حرب 48 وكذلك قضية القدس نصت أيضاً اتفاقية أصله على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999 وفي 30 أبريل 2003 قدمت اللجنة الربعية للشرق الأوسط التي تضم أمريكا ورويسة أتحاد أوروبي الأمم المتحدة قارط الطريق تنص على قامة دولة فلسطينية بحلول 2005 لم يتحقق شيء نعم وهم وهم شيد الكريم كل هذا الكلام يعني نوع من الكلام قد يرضي لبعض أو نقول هينها يعني إحنا لأنهم متعطشين لأي فوز طبعاً